وستستمرار الأزمة الاقتصادية في العراق في ظل انخفاض سعر العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي خرج العراقيون في تظاهرات أمام مقر البنك المركزي في بغداد مطالبين بتخفيض سعر الدولار الذي تسبب بخسائر كبيرة انعكست سلبا على المواطن العراقي بشكل مباشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أقرّض وابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية فيما أشارت وكالة رويترز إلى أن مجمل الخطوات التي اتخذت والمرتبطة بالدولار هدفها وقف تهريب العملة الأجنبية إلى إيران وفي ذات السياق كشفت وكالة رويترز أن واشنطن فرضت قيودا على المصارف العراقية بسبب خرقها للعقوبات على إيران وروسيا بينما حمل المدير الأسبق لمصرف الرافدين ضياء الخيون وزارة المالية المسؤولية عن انهيار الدينار العراقي وإن هناك ظوابط وشروطا لسحب الوزارة للدولار لا تلتزم بها الوزارة رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني استبدل محافظ البنك المركزي بمحافظ جديد في خطوة قالت عنها اللجنة المالية البرلمانية إنها لن تحل أزمة أسعار الصرف في السوق المحلي وإن السبب الحقيقي هو تهريب العملة وعمليات غسيل الأموال مستشارون لمصارف عراقية أكدوا أن النظام العيراني يتلقى نحو مائة مليون دولار شهريا من رجال أعمال عراقيين فيما أشار مسؤولون أمنيون أن عمليات التهريب تتم تحت حماية الميليشيات المرتبطة بإيران يبدو أن ثم تجهات مستفيدة من انخفاض صرف الدينار العراقي أمام الدولار الذي أدى إلى غلاء كبير في أسعار السلع الأمر الذي أضعف القدرة الشرائية وأربك حالة الأسواق وسادت البلاد حالة من الصخط الشعبي والتظاهرات التي طالبت بخفض سعر الدولار ونعكاساته على الواقع الاقتصادي حيث أكد مواطنون أن حكومة السودان تنتهج سياسات الحكومات السابقة في تجويع الشعب وإفقاره ومحاولة خداعه بإجراءات ترقيعية لن تنقذ البلاد من أزماته